موسيقى مرحبا بكم في حلقة جديدة في عالم QSL في حلقة اليوم اقتربنا من نادي السيلية للتعرف أكثر على لاعب سطع نجمه لمدة ست سنوات مع نادي السد وهو يعود للدوري القطري من بوابة السيلية اليوم نقدم لكم نذير بالحاج ومن قطر إلى تونس الخضراء لنسترجع ذكريات جميلة مع فريد شوشان اللاعب السابق لنادي الريان ونجم فريق النجم الساحلي وذهبنا إلى المصرح الوطني لنتحدث مع فنان ومخرج مصرحي وكذا عن فريقيه المفضلين الوكرة والسد اليوم دوري نجوم قطر بعيون سعد برشيد أهلا وسهلا بكم في عالم QSL مدافع ليس ككل المدافعين يدافع تارة ويهجم تارة أخرى عرف بسرعته الفائقة وتسديداته القوية كلما أتيحت له الفرصة يمتاز باندفاعه وحماسه ما جعله يفوز بجائزة أفضل لاعب جناح أيسر في كأس أمم إفريقيا في العام 2010 وأفضل منفذية الكرات الحرة في العالم وإفريقيا واختياره ضمن التشكيلة الرسمية للدور الأول لكأس العالم 2010 بدايته كانت في مسقط رأسه في فرنسا فمن هو نذير بالحاج وكيف بدأت مسيرته الكروية قد بدأت في فرنسة في كرسي وكان عبتلا ثم أدخل في المنطقة في لانس وكما بدأت العام أردت أن أكون فتبالر مفتحي ومع ذلك قد استطيع أن أكون فتبالر مفتحي ويجبني تميزه عن رفاقه منحوا الفرصة للمضاء في واحد من أكبر وعرق الأندية الفرنسية نادي أولمبيك ليون لكن شاءت الأقدار أن يترك النادي بعد ستة شهر فقط أيضا قلة كنفتين أرامل رفاق ونحن كان لاتقال إلى موقع جوني في وقت لتلقى في مجال قد محاطة أكبر بفضل على مجال يجب أن يجعب أن نقل والمجال يوجد كذلك كان كتو مجال في منزل إلى مجال علي مجال ثم صاحبا مجال ثم أكبر وقفيت قد كنتن إنني فطرًا معا يشيق أتريف أن يجاند سيقرب لتلقاء في لحي مجال وبالرسالي سنرى إذا فجري فقط تصل إلى حزن ورمتي أنني فقط في أجل بعد المستوى الجيد الذي قدمه نذير بالحاج مع المنتخب الجزائري في كأس العالم 2010 تهطلت عليه العروض لكن أكثر الأندية إسترار عليه وأكثرهم جدية كان السد القطري نحن لديهم كثيرا إن أحدهم كثيراً في صحكي نحن لديهم كثيراً سبدا وليس كثيراً ولكنهم لا يوجد رؤية월 الآن فعالصاد كانت ربما في فارس فاستر أمواجيه فيها وهنا أنني أصبلي يكون الليّاً على الهزيرة سنتدى قطر الآن فارس موسيقى وطوله أن الهزيرة كان سأتي هنا وأما تعودوا هنا ومنحيين يشاركين ويجب عليهم العروض auxيقين بعد ست سنوات من العطاء وبعد الفوز بالعديد من الألقاب وصلت الساعة لفراق الأحباب لفراق ناد صار عائلة ثانية بالنسبة للجناح الطائر عاش أفضل أيامه في دوحة الخير وعلاقاته مع أصدقائه شجعته على العودة وكان ذلك عبر بوابة السيلية تعقده مع السيلية لموسم واحد وارتيحه مع رفقائه الجدد هل سينسيه عائلته الأولى عيال الذيب وهل كان يود العودة للسد؟ هل سينسيه؟ 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 بعده نحين في خطف نادير بلاحاج هذا الموسم وضمه لمجموعة متماسكة مجموعة بدأت مجوارها بقوة في دور نجوم QNB هذا الموسم فهل هذا سيحفزه للبقائي أكثر في السيلية؟ هل سينسي وすごい شاعة لا سينسيه لننى وما الأفضل نعhelmقلم شكرا يستطعي من كل ما أمعذر شكرا نعلم الآن حلم كل لعبي كرة قدم البقاء قريبا من المستطيل الأخضر وحتى بعد نهاية مسيرته الكروية خاصة حين تكون الكرة المستديرة هي الكل هي عشقك الأبدي هي حياتك كانت تقضي واقف انتقالي تجربة حمد لله كنت تكون لديك كنت كنت تقول في الكلام كنت تقول كنت تتفائح الأخذ لأنني أراملكم تحرير متحدة نعم كنت تتشكر كنت تتكلم أو أنترينر أو ديريكتور سبورتيف أو شيء في الفوتبول لأنني أحبت لفوتبول لأنني أحبت لفوتبول لأنني أحبت لفوتبول في كل حلقة من برنامجي QSL نحاول اختبار معلوماتكم حول الدورية القطري إليكم سؤال اليوم من رابع لاعب التحق بنادي المئة هدف الدورية القطري الجواب يأتيكم في نهاية البرنامج في حلقة اليوم طرنا بكم إلى تونس الخضراء إلى بلد اليسمين وابن خلدون لنتعرف على لاعب كرة القدم من الذين كانوا هنا في دوحة الخير فريد شوشان الذي لديه سجل حافل حيث لعب لفريق النجم الساحلي التونسي وحقق معه بطولة الدوري العام والكأس ومسابقة كأس الكؤوس الأفريقية والسوبر الأفريقية لعب أيضا لفريق الأفريقي التونسي وحقق معه بطولة كأس تونس عام 2001 فريد شوشان لعب النجم الساحلي أول موسم متاعي هو بداية في 1990 لاعب كذلك النادي الأفريقي من موسم 2000 حتى 2004 اللاعب نادي الريان القطري موسم 99 2000 كنت في إعارة من النجم الساحلي كذلك لاعب المنتخب سنوات أتيحت لفريد شوشان فرصة الاحتراف في الخارج لتكون وجهته قطر لعب في صفوف فريق الريان القطرية الذي كان وقتها من أحسن الفرق القطرية التجربة كانت صراحة مع فريق الريان هي في شكل إعارة كنت في النجم الساحلي بعد موسم طويلة 9 سنوات كان العرض من فريق الريان فريق الريان فريق أكثر شعبية في قطر فريق معروف عنده تقاليد وكان العرض الإعارة لمدة موسم واحد كان انتقالي بعد الاتفاق مع مسؤولي النجم الساحلي باش ندخل تجربة احترافية وكانت أول تجربة احترافية مع فريق كما قلت فريق يعتبر من فرق الأربع الكبار في قطر فريق عنده قاعدة جماهيرية وعنده مستويات خاصة محترفين ممتاز اللي نمشي من قطر ونعدي موسم ممتاز تجربة قصيرة مع الرهيب لكنها لا تنسى خاصة حين تكلل بالفوز بالألقاب اللي كانت تجربة متميزة خاصة فوز بكاس الأمير كان ندي ريان منها رغم الخبرة الكبيرة في البطولات لكن كان ينقصوا كاس الأمير كانت البطولة ذي في 1999 كانت ذكرها ممتازة جدا من الانتصار خاصة على ثلاثة فرق الكبرى كالسد في الربع النهائي الواقرة كذلك في النهائي كانت الغرافة حاليا اللي هي الاتحاد سابقا انتصار صراحة كانت نتظره جماهير ريان اللي هي تعتبر رقم واحد جماهير ويسمى بالرهيب في الجماهير المتاع أكد لي أنه أحسن ذكرها صراحة تعطش الجماهير خلانا نكونوا موجودين كانت معايا تجربة ممتازة جدا قاعدت لي في الذاكرة وهذا كان يظل يتحفر في الذاكرة جماهير ريان لحد لها لكل تجربة احتراف إيجابية والسلبيات ذكريات جميلة وأخرى سيئة فما هي أسوأ ذكر لفريد شوشان مع ريان القطرية بداية التجربة بداية التجربة متاعي كان نتعرف في أول تجربة احترافية معنا التنقل المتاعي كان كان لعب محترف كان مدرب لارسل مدرب معروف مدرب لارسل در ماركي عنده الإمكانيات الكبيرة كان فاز بطولات مع ريان لكن كان صار إشكال في أول يوم تدريبي في أول يوم تدريبي معنا عطاني تعليمات التعليمات ما كانتش تطبق فيها في المياه في المياه كان سوء تفاهم خلاني نخرج من الميدان فدخل من رئيس النادي حاليا السيري اللي هو عبدالله العيدا معنا في دخولات قاعدة مع المدرب وفهمنا ورجعت الأمور المجرعية ليس شيء ذكرى سيئة لكن من الأشياء اللي قاعدت لي في الذكرى أول انتحاقي بفريق الريان في بداية المشوار حين قرر فريشوشان الاعتزال لم يبتعد كثيراً عن المستضيل الأخضر ولبس بدلة المحلل ليكون طارة على شاشة التلفزيون وطارة أخرى في الإذاعة بعد فترة معينة سنتين أنا اخترت الالتجاء للحياة العائلية والبعد شوي على الضغط القشي لكن من بعد اخترت نفس الميدان نفس الميدان اللي هو المراوحة ما بين التحليل الفنية وكذلك ما بين التدريب الرياضي وشهايدة متاعي كنت قاعد نقوم بها باش نكتسب الخبرة في رأي دي ما نقول التجارب بتاعي خاصة تحليلية التجارب تحليلية بدأت من 2006 مع الراديو الكل بدأت مع الإذاعات الوطنية كإذاعات الشباب كذلك إذاعات معنا خاصة جوهر أف آم في سوسا وكذلك في تونس العصم الموزعيك مسيرة كانت كذلك مع التلفزيونات التونسية كنت خطت تجارب عدة في الوطنية أو حنى بعل أو كذلك كنت في عدة مناسبات في الدوحة موجود البطولة الوطنية ما أنا اخترت بشيكون موجود في نفس الميدان مع التدريب في هذا الأسبوع ذهبنا إلى الخور وكان لنا لقاء مع لعب خفيف الظل له حضور اجتماعي كبير بين رفقائه محبوب ومشاغب التقينا بمدسون وطرحنا عليه أسئلتنا الخاصة والغريبة والتي تتطلب الإجابة عليها بروح رياضية السلام عليكم ما هي المهنة التي كنت ستمتهنها لو لم تكن لعبا؟ ما هو اللقب الذي كانوا يلقبونك به عندما كنت صغيرا؟ من برأيك أكثر اللاعبين وسامة في الدوري القطري؟ لوسيان هو عظيم هو عظيم هو عظيم هو عظيم هو عظيم ليس جيداً لكنه ليس جيداً ما هي أهم الأشياء التي تحملها معك في حقيبتك الرياضية؟ أأخذ كريمي 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 أحب أن يكون جيداً ما هي الأكلة المفضلة لديك؟ أحب 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 أيضاً من هو اللاعب الذي تستطيع الفوز عليه في البلاي ستيشن؟ أحب 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 ومن هو اللاعب الذي يستطيع الفوز عليك؟ أحب 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 من هو الحلاق الخاص بك؟ من هو الحلاق الخاص بك؟ أحب أحب لاغونا ماو في بابي شوب بابي شوب أحب 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 أفضل قرار اتخذته في مسيرتك؟ هذه هي جهازة جيدة شكراً لك لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة لا يوجد مشكلة تفوتت اجتهادات ولندية القطرية فيما يتعلق باستقطاب المحترفين وفي نفس الوقت نجحت بعض الفرق في التعاقد مع محترفين أثروا إيجاباً على الفريق وإلى غاية اليوم وبعد مرور ثمانية أسابيع على انطلاق دور نجوم Q&B تميز لاعبون محليون في فرقهم وأظهروا في بعض المباريات أن مستواهم أحسن من المحترفين مقارنة اللاعبين المحترفين مع اللاعبين المواطنين أعتقد أنك في بعض المواطنين يفوقون بعض المحترفين مش في كل أندية لكن في بعض الأندية إنما هناك أيضاً بعض اللاعبين المحترفين أسماء كبيرة مثل شاودي طبعاً سيرتا وإنجازاتا تتحدث عن نفسها أيضاً في السد نجد بغداد بنجاح من لعب الميزين من فريق الدحيل يوسف العربي يوسف المساكني ونايم تايهي أيضاً الثلاثي ذلك المميزين من اللاعب المحترفين المميزين نجي حق نادي الريان عبد الرزاق الحمد لله أيضاً اللاعبين المميزين اللي يتميزون بالعطاء أدام في الملاعب ونشوف دايماً يحدثون الفارق مع فرقهم ومعززين فرقهم بشكل كبير اللاعبين المواطنين نذكر الهيدوس من نادي السد علي أسد من نادي السد المعزة أيضاً في نادي دحيل ممكن نقول مشعل عبد الله في النادي الأهلي اللاعب المخضرم مستواتهم يفوق على بعض مستوات بعض اللاعبين المحترفين في بعض الأندية أو خلالنا نقول في معظم الأندية يتفوقون عليهم اللاعبين المواطنين لا يزال الفنان القطري يلعب دوراً كبيراً خلال الأزمة التي تمر بها قطر من حصار الدول المجاورة فتمازج المجال الفني بالمجال السياسي في الالتزام بالقيم والأخلاق ليثمر ذلك بعمل فني مميز وهو مصرحية ديرة العز للمخرج سعد برشيد فما الهدف والرسالة التي يود توصيلها فريق عمل هذه المصرحية طبعاً هدفنا من خلال هذه المصرحية طبعاً هو تعريت هذا الظلم وهذا الحصار الجائر على بلدنا قطر طبعاً لأننا تفدها كلنا بأرواحنا بمالنا بحلالنا بأبنائنا نبين نقول أيضاً لجمهورنا ولجمهور الحصار أيضاً أو دول الحصار أننا إحنا كفنانين تناولنا هذه الخضية لأن الحقائق الآن أصبحت خلاص يعني واضحة للعيان على ما يقولون أيضاً تعاطف الدول الكبرى والدول الصديقة ما عداها الدول هذه اللي فعلاً قررت في ليلة ظلمها لما يقولون أن ترتكب هذا الجرم في حق هذه الأرض الطاهرة نبين نقول لهم كلهم أننا إحنا فعلاً صامدين ومقاومين وراح نصير على نفس الدرب درب قيادتنا درب تميم المجل ما راح نحيد عنه وما حد راح يقدر ينزل راسنا لأننا فعلاً إحنا على حق وصاحب الحق دائماً هو المنتصر واللي ما يخاف أي شيء فبالتالي هذا الجمهور الآن ما شاء الله طبعاً عملنا هذه الحملة الإعلامية تقريباً يكون لأول مرة تصير هذه الحملة الإعلامية لأي عمل مسرحي في قطر بس الحمد لله نجحنا ووصلنا لأكبر شريحة من المجتمع لم تعد كرة القدم مجرد لعبة يتسلى بها الناس وفقط ويستمتعون بمشاهدتها من حين لآخر وإنما هي أكثر من ذلك فقد اجتمعت قلوب كل البشر على حب الكرة المستديرة هو الحال كذلك بالنسبة لسعد برشيد أعطيني إنسان في العالم ما نعلقه بكرة القدم حتى لو ما كان يلعب كرة القدم إلا لا علاقة كرة القدم طبعاً أنا مثل بقية أقراني طبعاً من الشباب وإثناء الدراسة ما رأيت لعبة كرة القدم بس كنت فاشل في كرة القدم صراحة ما عرف ألعب فدائماً يحطوني حارس حارس المرمى دائماً ينحط لي ما يعرف يلعب كرة القدم والحمد لله يعني فأجدت هذه الصنعة في الصغر يعني وصرت حارس لكرة اليد نقلني المدرب بعدين وهذه في المرحلة الابتدائية والإعدادية وحتى الثانوية لكن تظل كرة القدم يعني الواحد يتفلسف فيها شوي أحين صرنا شوي يعني نتفلسف نشوف اللعب صار كل واحد يدلي بدلوة في كرة القدم يعني تقولين لو واحد تحجى لشنا ما أخذ دورة تدريبية في البرازيل ولا في الأرجنتين لكن كرة القدم طبعاً هذه المفضلة عالمياً ما في إنسان ما يتعامل معها أو ما يعني يقول راية فيها بين الوكرة والسد يتأرجح قلب بورشيد فحب أي نادم لا ولن يتغير حتى لما يسقط الفريق إلى الدرجة الثانية أنا مولت في مدينة الوكرة الوكرة طبعاً مدينة في جنوب قطر ولازلت وكراوي حتى النخاع لما يقولون لكن السنة الوكرة شوي بعيدة عن الدوري للأسف الشديد يعني لكن الآن أنا سداوي في دوري النجوم أنا شجع السد تضامن معيالي في البيت ما يصير أصير عكس التيار فأنا الآن مع السد وشجع السد والسد لي أصدقاء كثيرين يعني ولا ننسى أصلاً الفرقة اللي امتسبت لها في يوم من الأيام أنا وكانت هاي في ثمان المرحل العدادية كانت فرقة مسرح السد وكانت تابع لنادي السد وعدينا مفصلة طبعاً فالسد أنا مرتبط معه ما لأني لي زملاء في العربي في الريان في قطر في القرافة لكني أقرهم دائماً لما أقول لهم أنا سداوي يقول لا أرجع وكراوي يقول لهم لا أنا سداوي لما يرجع الوكرا للدوري بصير وكراوي بس بكون سداوي العاشق للكرة المستديرة والمتابع المباريات ناديه يحمل دائماً في ذاكرته مباراةً لن يمحيها الزمان صارت بين السد وبين الوكرا وما أذكر السنة الآن ولكن كان أعتقد يعني لو الوكرا تعادل في المباراة أعتقد كان بيحصل على الدوري وما أذكر أي السنة بس أعتقد في الأربع خمس سنوات الماضي لدرجة أن أحسيت ما أدري يمكن السد لأنه بارز لديك الفترة وكان بطن لدوري سابق فحسيت كل جماهير الأندية كانوا تشجع الوكرا صح؟ أذكرها بس ما أذكر أي سنة بالضبط وكنت موجود في الملعب وكنت على أصابه في نفس الوقت أبي الوكرا يفوز لو إن شاء الله كان يتعادل كان بيأخذ الدوري أعتقد أو القاس أو شيء لكن الأسف يعني كان يخفينا التعادل الوكرا لكن الأسف السد غلبنا أعتقد غلبنا 2-0 يمكن لكن حزنت على الوكرا بس فرحت للسد فهذه مباراة لا أنساه حبه الكبير لناديه الوكرا جعله يتذكر كل كبيرة وصغيرة ويتذكر المباريات التي شاهدها بأدق تفاصيلها لدرجة تذكره مسجلي الأهداف خاصة حين يكون هدفا في الدقائق الأخيرة هدف يمنح الفوز لفريقه الهدف لا أنساه صراحة كان هدف يعني حتى هدف أعتقد كان للاعب مغربي كان يلعب في الوكرا وأعتقد كان في مرمى العربي أو قلبنا النتيجة ما أذكر اسم اللاعب الآن الآن ما أدري في أي نادي يلعب أنور ديبة كان هدف كان هدف من أبدأ ما حسيت أن أنا صراحة قلبي فز شي مرة واحدة لأنه فعلا كان الهدف كان التعادل كان الهدف اللي رجح كفة الوكرا الوكرا له منجازات يعني بس للأسف ساعات الحظ يأقسهم أنجب فريق الوكرا عددا من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم في الكرة القطرية ولعل أحسنهم وحسب سعد بولشيد هو اللاعب حسن القاضي اللاعب المميز اللي كان في نادي الوكرا وأنتجت مدينة الوكرا حسن القاضي صراحة لعب على مدار أعتقد في فترة السبعينات ولغاية بداية الثمانينات كان لاعب فذ طبعا أكيد يعني لا ننكر جهد الآخرين يعني حسن العديل الآن المدرب أيضا من الوكرا كثير من اللعيب الصراحة اطلعوا في الوكرا ولكن حسن القاضي أعتقد كل هالقطر يذكرون هذا اللاعب وكان لاعب وسط وكان ما شاء الله يعني جسمه رياضي ولعب وعاصر محمد غانم عاصر لعباتنا الدوليين ماجد الصاير منصور مفتاح كان هذا منتخب قطر اللي شارك في وطلات كاس الخليج أعتقد من الثالثة أو من الرابعة يعني كانوا لعيبة لعيبة بمعنى الكلمة بحكم سقوط نادي الوكرا الموسم الفارت إلى الدرجة الثانية فمخرجون هذا الموسم يشجع ويساند الزعيم رغم الفترة الصعبة التي يمر بها حاليا لكن ككل سدوي يتمنى صحوة من فريقه والفوز باللقابة نادي السد نادي عريق يعني ما أتوقع ونادي السد يمكن أبي يقول له لكل جواد كبوة صحيح الكلاسيكو فازوا الريان هني وعافية أنا عندي أصدقاء أيضا في الريان لا يعتبون عليه هالريان هالريان فره لي ولكن السد رح يصحى من جديد ورح يدافع عن الألقاب اللي حصل عليها واعتقد بنجاح قادم وقادم بقوة وبيصير هدافة دوري السنة ما عليه فيه ناس بيزعلون من هالكلام لكن أقول السد رح يظل السد رح يظل هذا النادي العريق الكبير رح يظلوا عيال الديب هم عيال الديب ورح يحققون نتائج انطرون نهاية الدور رح تشوفهم في بداية حلقتنا كان سؤالنا من رابع لاعب التحق بنادي المائة هدف في الدوري القطري الإجابة هي رودريغو تاباتا والذي انضم إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا مائة هدف في الدوري القطري بعد تسجيله للهدف الثاني للريان أمام فريق العربي خلال الأسبوع الثامن من البطولة وبذلك يكون رابع اللاعبين بعد منصور مفتاح سيباستيان سوريا ومشعل عبدالله اشتركوا في القناة